السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشياء ومشاركوان في قناة تيكي تاكا مع احمد السيد اهلا وسهلا بكم فيديو جديد من تحليات الدورات الاوروبية والحلامية والمصرية مباراة النظر مباراة نظر ان احنا نحللها النهاردة او هنتكلم عليها بشكل سريع كده عندنا نقط كتير هنتكلم عليه النظر وانبروط النادي الاهلي ونادي طنطة نادي الاهلي حسم الدوري مشاكل كتير مشاكل كتير فترة اخيرة وبالبالة كتير في الفرقة انا مش شايف دي منظر فرقة رايحة تنافس على الدورة ابطال افريقيا وبتحلم بالبطولة التاسعة نتر حقل النادي فرقة بصراحة يعني فنيا وخططيا ومستوى اللعيبة ومستوى الفني ومستوى التركيز في المباراة بتاعت نادي الوداد انا مش شايف الكلام ده مش شايف اي حاجة خالص المفروض انت عندك متحان يوم سبعتاشر بدل ما تجيب بقى المرجعات النهائية وتجيب بقى الشغل وتجيب بقى الورق وتجيب الدنيا وبتريد تزاكر وكل اللعيب يشوف هو مطلوب منه ايه في الماتش شايفين شايفين تفكك شايفين اه كلام كتير العيبة ما بتجهز اللعيبة ما بتجهز فنيا للمباراة المفروض دي بقى في شغل فني ده يرجع طبعا من اي فايلر ماشي وحيصيب الفرقة فده يعني ربنا يوصر ربنا يوصر الصراحة الفترة الجاية يعني شوف انها عايز تلعب ماتش الوداد فود الكيرف بيعلى فود مستوى بيعلى فود اقدم شو حلو خلاص انا مش مستني حاجة والعيبة يعني ليه فيرل ما بيجدهاش بيعمل ما بين اللعيبة بيلعب يعني كل لعيب بيلعب له شوت بيلعب له ستين دقيقة ما فيش لعيب بياخد تسعين دقيقة كاملة لو الحزن الماتشاطة اللي فاتت كلها بس اثناء اعتقد رمي ربيعة والنرد اتصاب فاعتقد اه يعني محمد شينيوي برضو اعتقدوا هم دول اللعيبة اللي بياخدوا التسعين دقيقة كاملة غير كده بقى اللعيبة بتعملها وبتتريع فبالتالي انت مفروض الفترة انت تلعب فيها يعني تأدي كل الفول باور لو عندك وخاصة احنا كراجعين من قزم الكورونا فيش يعني اه اتنين اللعيبة كانت مريحها فبالتالي انت بتستعد الماتش الوداد انا مش شايف اي حاجة خالص 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 فرقة النادي الالي لا فنيا ولا معنويا ولا زهنيا ولا تكتيكيا مستوى سيء جدا خنتكلم عن المباراة وحنتكلم عن ريني فيرل عايز اتكلم عليه طبعا ريني فيرل ومين البديل القادم لفرقة النادي الالي راجل ماشي ماشي ولكن هنا الكلام ان النادي الالي بيضغط عليه ان هو بيحاول عايز يجيء يعني يخليه يمشي بعد بطول افريقيا ولكن هنا بدأ نصيحة للكابتن محمود الخطيب وبدأ نصيح الادارة الراجل يمشي من يوم الخميس ويتقاله شكرا على كده وشكرا على انت قديته الفترة اللي فاتت ليه ان انت ماتش حتى لو الراجل بلغنا وقالنا طب خلاص انا هكمل معاكم افريقيا وحمشي الراجل ماشي وحمشي بعد افريقيا لا الراجل مش همركز الراجل شايفين هو شايفين هو بيعمل ايه تحضيره للماتشاط تحضير سيء ادارة التكاية سيئة مش الماتشاط بس ماتشاط يفاتل كلها خب بقى مباراة للمقصة بالاتحاد بالانتاج بالزمالك كل ماتشاط التكتكية العالية يعني ما بنشوفش حاجة حقيق للماتشين الودياي الزوعة يقول لكم يلا شربوا انتو بقى اتغلبنا اخسرنا اتعدلنا ما مش فرقة معي طب ليه ليه لين نحط نفسينا في الريس كده ليه يعني لين نعمل كده نقول له شكرا قلت ان نفكر في جهاز فني جديد هتكلم عليه طبعا مين الحيج ومين البدايل والكسر ايه والكلام ايه اصناع الحالة فلا بينا خش في الجواة التحليلية لاحدة يا سيزا اللقاء وكسرة النادي الاهلي وبلبلة اللي حوالين النادي الاهلي المباراة ده كانت على ملعب السلام بين نادي الاهلي وبين اخر الدول النادي تانتا كابتن ريدا عرب العال بيحاول يعني الراجل جاي ايه ماتشين يعني دي جاء اخد ماتشين صعبين جدا ماتش الزمالك وماتش الاهلي اتغلب الماتشين يعني ما بنلومش يعني فرقة تانتا فرقة مهالهلة الراجل كان بيحاول سنة الجاية بنتمانيه اللي توفيطة ما فرقة كويسة فيها لعبة محترمة جدا بسرعة عملوا مباراتين حلوين اول مباراة النهاردو مباراة نادي الزمالك في حدود الامكانيات اللي ايه موجودة مباراة مميزة جدا خلا نشوف تشكيل نادي الاهلي الناردو ولعب ايه وايه الطريقة وخطة اللعب يا ريني فيرل اللعب يا ريني فيرل الناردو بطريقة اربعة اربعة ايه اتنين لعب نادي الناردو في حراس المرمى لعب اتنين سنتر باك نادي رامير ربيع و ايمن واشر باكي مين اللي هو كان محمد هاني باكليفت كان عالي معلول اتنين في سنتر ميدل في نص ملعب كان حمدي فاتيح عمر الصلية وهوف رايت كان احمد شيخ وهوف ليفت كان اجاي ولعب اتنين سترايكر نادي كهربا ومروان محسن خير روح عالجل الاخرى ونشوف الكابتر ريد عبدالعال لعب بتشكيل وخطة الناردو في احداث هزاء اللقاء لعب برضو بنفس الطريق اربعة اتنين تلاتة واحد لعب محمد اشف نادي في حراس الله عن طريق كهرب..., الخلية لعب محمد ماجد وانشف، وكان هوف ليفت هوف�ت لعب اللعي الاول لعبات اهمت فاهمي كان هانيו� purchased خللاني خوش في الجواية التحليية لحداثها ازاي للقاء يعني خطة اربعة اربعة اتنين مع نادي قالي فشلة جدا بصراحة يعني اتنين سترايكر سواء بيعابوا باجي اوماروان سواء كهرباء او مروان او كهرباء او باجي او مسلا اجايوب باجي او اجايوب مروان خطة خطة فشتة فناندي قالي ما منشوفش اي جمل تيك تيكية الاتنين سترايكرز مش جمدين قوي مش اللعبة اللي تخلص المسندة والأوفرلاب اللي بيتعمل من هاني ومعلول ضعيفة بالتالي ما منشوفس اي انتجاه في الحلاوة لما بنلعب اربعة اتنين تلاتة واحد واخدين عليها وحفظينها ودي القطة المناسبة لفيرت النادي قالي مشوفناش اي حاجة شوط الاول خالص ولا الشوط التاني مباراة سيئة جدا مباراة سيئة جدا بقرارها لعرفيرت النادي قالي عن مستوى التحضير عن مستوى البدني عن مستوى الجمل التك تيكية مشوفناش اي حاجة خالص لا جمل تك تيكية ولا دوافع حتى للعيبة والنهاردة تسأل هنا في المنتمرة صح فلوي لاداء سيء طب لي قالك انا مش قادر اخلق دوافع لعيبة حتى حسب ان الدور يعني حتى انت يعني قبل ما تمشي انت مش اعرف تخلق دوافع طب انا ممكن اعمل الدوافع دي انا خلص عارف الاساسي بتاع اللي انت ابتدت بالشوت التاني النهاردة اللي ما عملت تغييره ونزلت افشا وعلى شماله وكهرابه وعلى مينه وحسين الشحيات وصلي الكامباجي ده اللي انت هتلعب بلي والشكل الهجومي في مفانش ايه لو ده طب انا ممكن اعمل الكلام ده بان انا اطاعهم بلعيبة الشباب يعني الموجود الناس اللي موجودة عندك دي برا طب انا لعيبها ده برا ده بلاتها عندي محمد شكر يبرا عندي محمد فخري برا عندي العربي برе برا عندي اه لو اتطلع من الشباب الوينجين الهينين جدا من قصري دانيا فاعت نادي الشباب لعيب زي ا شادي ردوان لعيب زي سالح ناس ei هانا مالعبهمش قديهم في نوتشات كلها ستين دقيقة سبعين دقيقة ودخل معهم اللاعب الليل السري اللي هتلعب في المباراة نادي الوداد ليه انا بالتاني الشباب يعني عنده دوافع وبالذات لما احنا شفتنا الناطش اللي فاتل لما نازل محمد فخ لعيب هاي لعيب يعني لحد ما عايز تزبط وجوده ليه انا ما تدهمش انا ليه ما تدهمش وخصصة وانت حسامت بطولة الدورة وبالتالي هي اللاعبات الشباب اللي اما اديها هي دي اللي هتخلق لك الدوافع وحتعمل منافسة وحتى عايزة تزبط وجود وعايزة توري نفسها للجماهير فهي دي النقطة لعيب اخدت فرص كتير لعيب زي جيرالدو لعيب زي اجاي يعني لا يعني فرقة فرقة مهلهلة فرقة مفككة شوفنا مباراة الوداد ونادي الرجاء اللي انا هعمل حلقة قبل مباراة الوداد فرقة الوداد يعني فرقة بصراحة بعد العودة من الكورونا لا في عناصر مفتاح لعب خطيرة جدا خطيرة جدا مباراة صعبة 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 على فرقة الالي يوزاب وعوده خاصة في الماتش اللي في المغرب ماتش صعب جدا واحنا بنحمد ربنا يعني وبنتمنى ان الماتش ميبقاش في جمهور يعني بسبب قزمة الكورونا يعني ماتش رب في جمهوره جمهورنا دي الوداد باللعيبة دي اعتقد حتقع يعني زي ماتش الترجي بالزبط يعني اللعيبة حتقع فنيا وهتقع يعني معنويا زي ماتش الترجي لما وقعنا ورحناك وتغلبنا 3-0 السيزون اللي فات فبالتالي لأ يعني الناد اللي قالي بتمنى له التوفيق فترة الجنمة واختيار الكوتش والمدير الفني كلامنا سانية عن المباراة وفيش اي حاجة فنيا نتكلم بها الهدف اللي جاء جاء عن طريق افشا تعرضت له من ناحية اليمين لصالح عمر صليا دخل عمر صليا قلشت كده من النو ودخلت هدف وهو هدف الفوز مباراة فنيا مفيش لجمل تكتكية ولا جمل خططية ولا شفنا انتشار ولا شفنا اي حاجة حتى انتغيرت اللي جاء بعد كده الى حد ما يعني حسين الشاحات وكهرباء هم دول بس اللي يعني حسنوا الشكل شوية فرد نادي الاهلي وعلى المعلوم معلول برضو عملوا مباراة حلو في الشيط التاني فقط ولكن يعني هم التلاتة دول اللي الى حد ما حسنوا شكل Woo lim они الاهلي في الشوطة تانية غير كده. الاهلي مفيش اي حاجة خالص قدر نتكلم عليه. فرد الاهلي. نقطة تانية عايزة تكلم عليه وقال مدير الفني القادم لفرد الاهلي. سمعنا اسماء كتير. اسماء كتير طبعا العربائي سواء محلية او اسماء اجنبية. ولكن يعني انا هسيب الاختيار الاجنبي لفرد الاهلي. ولكن انا اتمنى. انا اتمنى طبعا وقول له جميع الاهلي بتتمنى بتقول يعني لأ لمحمد يوسف. احنا يعني بنا انا اتمنى ان واحد زي محمد يوسف ده هو اه يعني الراجل ابن من ابنان ديالي ولكن في الفترة دي لا عايزينه لا مدرب عام ولا عايزينه كمدير فني حتى ولو يعني محلي يمسك الفرقة لو احنا فشلنا في الطاعة الاجنبي ليه الراجل اخد فرص كتير مش بناش منه اي حاجة يعني بس تثناء الفترة بتاعة 2000 وطولة الاجنبي وده جيل عظيم كان موجود معي وكلنا عارفين اللعبة دي لو كانت بتلعب يعني الوحدها وانهم مزالوا لعبوا يعني كان وهو ده اللي حصل بالفعل جابوا بطولة افريكي فريد الاهلي كان في ابو تريكا بركات والد سليمان عميد مضالة السعيد محمد شوقي كان معا جيل كلكوا عارفين الاسماء طبعا مش هكررها الجيل ده يعني كان بيروح يجيب يعني البطولات ويرجع فبالتالي الراجل بعد ك كده فريد نادي الاهلي طالع مسك بترجع التعامل معهم ايه الراجل نزلهم درجة تانية النهاردة بتشوف احمد كشري النهاردة مكسر الدنيا مع فريد نادي اسوار نفس الكواليتي ونفس الاداء يعني هنا بتشوف في فرق وهنا بتشوف في فرق بشوف في بصمة فنية هنا مفيش اي حاجة فاحنا بنكافؤ ليه الراجل بعد كده لما روح مسك الشرطة العراقي ما سمعناش عنه ما شفناش اي حاجة ما شفناش اي يعني كلام عنه هناك لما مسك في الشرطة العراقي الراجل بعد كده جاء مسك مع كارتيرون مفي اي بصمة منه وفيش اي جرينتة للعيبة منه وبالذات لمسناها في مطش الوقت الحساسة انت رجل اهلاوي وانت ككادر اهلاوي مطش ان هناك الترجل هناك احنا طول المباراة سيفين الكابتن محمد يوسف حطت ايده على خد وعمل كده. نفس الاداء برضو لما جاي مسك مع لسارتي في مباراة سانداونز الغابنا فيه خمسة. الوقت الحساسة انت رجل اهلاوي انا عايزك تبقى انت واقف عمال تتكلم مع لي بتشخد تنتر تزعى تطلع انا مشوفش الكلام ده من كابتن محمد يوسف مش انا الواحدي ده كل جميلة نادي الاعش. كل جميلة نادي الاعلي كلها يعني لا تتمنى ان الكابتن محمد يوسف يرجع لفرق. مش فناش اي حاجة منه. الرجل ماتش سانداونز قاعد في الخمسة الجنف في الثاني في الثالث في الربع عمالين ناقد وعمالين نتهاري واحنا بتحرق اعصابنا كجماهير بنتفرج على المطش. الكابتن محمد يوسف قاعد. يعني انت انت كابتن محمد في الاوقات الحساسة انا انت 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 ان انت 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 ما تدوري في الملعب؟ أنت لما لم يش دور حتى ولو يعني كالإدوارة ضغطت علي وأقلت يقعد أنا حتى يبقى عندي جانب حماس اللعيبة أقوم أتكلم أشخط أنتر حتى لو من برّة كنا نرى الكلام مع مدربين كثير بدون ذكر أسماء ولكن أنا لم ترى منك أنت طول المباريات الليل الحساسة بليك قاعد على الخطة وعمل كده في ماتش الترجي وماتش سندون طب أنا هكاف أكله ثاني ووديك النهاردة سواء كمدرب محلي لنت تكمل أو مدرب مساعد ما أنت حتيجي برضو مع الجاي الجديد الأجنبي حتيجي طوض عمل لنا كده في المواقف الحساسة مش هلقيك أنا عايز واحد يكون يصحصحني واحد يصحصح المدير الفني الأجنبي سواء اللي جاي أو كهو لو محلي لو هاخد الفرصة ليه ما نجدش لأبنائنا اللي مقصريني الدانية في الدور ورحت زي أحمد كوسيا ليه ما خدت الفرصة الرجل أثبت وجوده أنا حتى على أقل يعني الرجل شفناه وشفنا كورته كورته حلوة وراجل مميز وعمل شكل وعمل فرقة بصراع عملهم الفيسيخ شرباط الكابتن عمد أن أحاس حمله نتائج هائلة هاي دي الناس اللي تأخذ الفرص وهي دي الناس اللي تستحق مش عايز أطول وعايز أتكلم كتير أنا بس دي كان وجهة نظري في الكابتن محمد يوسف عشان شفنا بوستات وشفنا كلام منه وشفنا فيه بالبالة كتير في الإدارة على الكابتن محمد يوسف لا لمحمد يوسف ولا مدرب ولا مدرب مساعد نتمنياش إن كادر زي ده يكون موجود فريط نادي آلي في الفترة القادمة الأسماء كتير والناس كتير والزملاء كتير نتمنى إنهم ياخدوا فرص ليه لا؟ ليه من أديش فرص للناس اللي تأثبتت وجودها؟ هل الموضوع بالحب؟ يعني مجلس إدارة ما زعلش مني لو هو مخطط لمحمد يوسف هل الموضوع بالحب؟ ما إحنا معينينه خلاص في استوديو في قناة النادي الآلي خلاص ياخد فريطاته في الاستوديو الراجل حتى بعد كده ما يجلوش أي أفرز ما شفنوش فرق الدوري سموح عمال يتغلب والمصري ومش عارفه والإنتاج وكل الفرق عماله تغير بالاتحاد ما شفنوش كل الفرق عماله للإسماعيلي الراجل حتى ما شفنوش مترشح في أي فرق فرق الدوري المصري النهار ده إحنا بنكفؤل لصالح مين؟ لصالح مين هنكفؤل خليه يمسك في فرقة النادي الأهلي فطبعا ده مجلس قدرى مجالسي مني كابتا محمد جوزي مجالسي مني دي وجهة نظر وجهة نظر كل الأهلوية اللي بنسبة كبيرة يعني مقايدين لوجهة نظري الشخصية دي في نبع النس يعني بالأكيد يعني ما بيتأيدنيش ولكن نسبة كبيرة بتأيدني في وجهة نظري الشخصية دي اتمنى التوفيق نالي الفترة الجاية فترة حسسة يوم الخامسة هيتعيل هيعلن القرار عن نيف فيلل اعتقد بالنسبة 100% نيف فيلل ماشي ولكن نحن عليه كيف يتعلم جهاز الفني ا Kristin نتمنى التوفيق في الاختيار في الجهاز الفني الجديد عايزين الناس الفترة الجاية عايزة واحد يعني كوتش فنيا علي قوي علي قوي يعني عايزة يعني مش عايزة ان هو يعني كوتش محنك لان عايز يعني فترة اسبوعين انا ده بالعكس ده انا عايز في اسبوع اكون قريت الفرقة الرجل عايز هارد وورك في الفترة القادمة فنتمنى ان الفترة الجاية عايزة بصراحة عايزة واحد كوتش فني يعني صايع تدريب دي بلغة الكورة يعني اللي هو يكون يعني يجي يلم الدنيا في أسبوع سواء محلي أو أجنبي اتمنى التفق في الاختيار مش هنعلق عليه حننتظر القرار لفيرد نادل قال واتمنى التفق في النادي قالي في الفترة القادمة ده كان تحليل موقف النادي قالي في الفترة الأخيرة كان معكم أحمد سيد من قناة تيكي تاكم أحمد سيد وانت لسه مش مشترك انزل اعمل سبسكرايب لو عجب الويديو انزل اعمل لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته